السلام عليكم أحاول أن تناول رفقتكم اليوم موضوع له علاقة بالواتساب وهو من الأهمية بما تعلق الأمر بطريقة لإرسال الفيديوهات مهما كانت طويلة وكبيرة الحجم وأيضا الصور ذات الجودة العالية كل ذلك بدون تطبيقات وعلى نظامي الأندرويد والآيو اس للآيفون ابقوا معنا وادعموا قناتكم فضاء التقنية بمختلف طرق الدعم من اشتراك إعجاب مشاركة وتعليق سوف أبدأ بالحديث عن الإرسال والأبدأ مباشرة بنظام الأندرويد إذن أدخل إلى تطبيق الواتساب أحاول أن أدخل إلى جهة اتصال معينة أحاول أن أرسل بالطريقة الكلاسيكية المعروفة ذات المشكل المتعلق بالحجم والطول إذن أضغط على معرض الصوار لا تأبهوا للغا فأنا هنا أترجم لكم ما ينبغي أن يترجم إذن ها هو فيديو يتكون حوالي 24 ميجا إذن أضغط عليه ليرسل إذن لاحظوا بالنسبة لإخوة المبصرين يلاحظون أن المؤشر في المنتصف وفي نفس الوقت أنا أقول هذا لأصف لمستخدمي قارئ الشاشة ما يقع يخير كالواتساب أين تضع المؤشر ولكن في جميع الحالات لن تتمكن من إرسال الفيديو بأك ما هو الحل؟ الحل هو أن نختار إرسال الفيديو أو الصورة أو الصور ذات الجودة العالية كمستند إذن قد يقول قائل وهل تتم قراءته بالنسبة للمرسل إليه؟ نعم بالنسبة للأندرويد كل ما ينبغي علينا فعله أن نختار مستندات دوكيمنت وهنا تحولك إلى تطبيق الملفات الموجود على هاتفيك للأندرويد ونحن نعلم أنه بالنسبة لأجهزة الأندرويد تطبيق الملفات يجتمل على كل ما يتم وضعه سواء على الجهاز أو على بطاقة التخزين الـ SD إذن ها هو إذن هنتم استمعتم بأنفسكم إلى المساحة وعنوى الملف والامتداد لا دعي لتكرار إذن أضغط على الملف إذن أؤكد يتم إرساله إذن الآن هو في طريقه الإرسال لا علينا لن أشغلكم بالانتظار ولكني سأستغل الفرصة لأتحدث عن طريقة الإرسال انطلاقا من الآيفون وفيما بعد نختم بطريقة الاستقبال على النظامين معا ابقوا معنا ولا تنسوا دعمنا بمختلف طرق الدعم التي أشرت إليها في بداية هذا الشرح بالنسبة للعملية نفسها على الايو اس على الايفون ينبغي القيام بخطوة جد بسيطة قبل إرسال الصور أو الفيديوهات على شكل مستند ندخل إلى معرض صور نقوم بتحديد الفيديو واشتغلت على الفيديو نفسه حتى تكون التجربات ذات مصداقية إذن حددت الفيديو المراد إرساله رغم طوله وحجمه الكبير وجوداته العالية أضغط على شير أو مشاركة وأنزل لأختار حفظ على الملفات إذن الآن يخيرني النظام في أي مجلد أريد حفظه سميته مجلدا باسم الفيديو أحفظه عليه وأضغط حفظ إذن تم حفظ الفيديو المراد إرساله ضمن مجلد ضمن تطبيق الملفات أدخل إلى الواتساب لأقوم بإرساله مع العلم أنني لم أريد تكرار الإرسال الكلاسيكي على الآيو اس فالعملية نفسها والمؤشر يقف عند ثلث الفيديو أو منتصفه حسب حجم الفيديو المهم أن المؤشر يرفض أن يغطي المساحة مساحة الفيديو بأكملها إذن أدخل إلى الواتساب أختار جهة اتصال معينة بعد دخولي إلى جهة الاتصال هذه أضغط على مشاركة ملف وإرسال ملف وأختار العنصر الثالث وهو دوكيمنت يحولني مباشرة إلى تطبيق الملفات للإشارة فإن تطبيق الملفات مساحة تضم كل السحابات وأهمها الإيكلاود ومن خدمات هذا الأخير إيكلاود درايف الذي استخدمه لهذا الغرض إذن الآن أنا أمام الفيديو الذي أريد إرساله أضغط عليه ثم أضغط إرسال ويتم إرساله كما تلاحظون أيضا هنا بنفس طريقة إرساله على الأندرويد يتم إرساله كمستند تلاحظون أن هاتف هذا استقبل الملف الذي أرسلناه عن طريق الأندرويد إذن بعد مرحلة الإرسال لننتقل إلى الاستقبال ولنبدأ بالاستقبال على الآيفون إذن أذهب إلى الملف الذي استقبلته عبر الآيفون كل ما هو مطلب مني أن أضغط عليه بمجرد الضغط عليه يحولني إلى الفيديو لأن أقرأه ولأن أحتفظ به في الجهاز بالضغط على زر المشاركة لاحظوا أجد من ضمن الخيارات حفظ الفيديو لأن أحفظه على الكلاود ولكن إذا أردت أن أحفظه على الجهاز أضغط حفظ الفيديو ولأن أختار اختيارات أخرى بالضغط على حفظ الفيديو يتم حفظه على الجهاز وهي طريقة جد سهلة لننتقل إلى الأوندرويد ها أنا الآن في المحادثة نفسها على جهاز الأوندرويد ها هو الملف المتوصل به من الآيفون أضغط عليه إذن بالضغط عليه يشتغل وطبعا يشتغل بالتطبيق الذي اخترتموه لتشغيل الميديا لاحظتم أنه قد اشتغل بكل بساطة في حالة رغبتي في التصرف فيه فإنني أدخل إلى تطبيق ملفات أيضا ضمن جهاز الأوندرويد لاحظوا وأذهب إلى الفيديوهات في حالة عدم إيجاده ما عليكم سوى الدخول إلى إعدادات تطبيق الملفات والتأكد من حجم الملفات التي تسمحون باستقبال هذا التطبيق لها فالحجم أنتم من يختاروه يعني 20 إلى 25 ميجا أو 100 ميجا إلى آخره نستطيع تشغيله من هنا أو تحديده لنقوم بمشاركته بطرق المشاركة المعروفة رفعيه على الواتساب الفيسبوك الدرايف جوجل درايف وذلك من الخيارات المهم أنه أصبح هنا إشارتنا نفعل به ما نشاء كان هذا ما أردت وتشرفت بمقاسمتكم إياه اليوم إلى لقاء آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته